من اجل رفع مستوى للسعداد القتالي وتنفيذا لتوجيهات سيد رئيس اركان الجيش حرر الفوج الثاني ضمن لواء المشات الخمسين للتدريب في معسكري تدريب فرقة المشات الرابعة عشر وعلى مدى شهرين ينقسم التدريب الى فترتين الفترة الاولى فردي والفترة الثانية تعبوي اجمالي تم تحرير الفوج الثاني لمعسكة 50 للتدريب في معسكة تدريب القيادة حيث يقسم التدريب الى فترتين الفترة الأولى التدريب الفردي ويخص التعليم للنظام والتدريب على استخدام كافة الأسلحة والمهارات الإضافية أما الفترة الثانية هي تدريب التعبوي الإجمالي منهة الميدان وعمليات التطويق والتفتيش والقتال في المناطق الممنية وصولا إلى تنفيذ تمرين تعبوي بمستوى فوج الغاية هي رفع مستوى قابلية منتسبية الفوج القتالية والبدنية وتأهيلهم إلى إداء واجباتهم القتالية بكفاءة عالية في ميادين القتال رفع مستوى اللياقة البدنية والقدرة القتالية لهذه الوحدات المحررة للتدريب من خلال تدريبهم على مختلف أساليب القتال ومنها الأسلحة يأتي من أجل تهيئة المقاتلين والعمل على استعدادهم لظروف السلم والحرب كافة طبعا باشرنا بتدريب مقاتلين فوج الثاني لواء 50 فرق 14 بالتدريب الفردي للأسلحة الخفيفة والأسلحة الساندة التي تشمل الأسلحة الأم سكستين والأم فور والأسلحة الساندة تشمل الهاوان 82 وهوان 60 وأيضا إسلاح البي كيسي يعتبر إسلاح مهم بالنسبة للمقاتل إسلاح فعال في المعركة تم تنميتهم وأيضا جميع المقاتلين طبعا التدريب كان فردي طبعا مقاتل مقاتل تفكيك وتركيب على جميع الأسلحة الضبط العسكري والتأكيد على اتباع السياقات العسكرية الصحيحة خلال مدة التدريب وفق تطبيق وصايا ومنهج تدريب الأحدات المحررة جلها تسهم في تعزيز الكفاءة القتالية للمقاتلين محمد شويلي إعلام وزارة الدفاع